نعم الآن نبدأ في القسم الثاني القسم الثاني قلنا ما هو أول قسم قالوا المشائل الأربع من الكتاب القسم الثاني الله يفتح عليك لا القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة المشائل الثلاثة هذه هي المشائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة أصول الثلاثة أسئلة القبر هنا المسائل الثلاثة المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية لا يعبد إلا الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان نبي ولي جني صالح ملك طيب المسألة الثالثة وسطية التعامل مع غير المسلمين كيف تعامل المسلم مع اليهود مع النصراني مع المجوسي مع الملحد انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط قسم يتعدى الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال لا يفي لهم بالعهود وقسم يختلط بالكفار حتى تظن أن واحد منهم في أعيادهم في احتفالهم في تقوسهم في لباسهم وقسم يتوسط وهم أهل السنة والجمعة عسى الله يجعلني وياكم منهم لا إفراد ولا تفريض نفي لهم بالعهود لا نتعدى لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال ومع هذا لا يمكن أن أشارك الكافر في أعياده في احتفالاته في تقوسه في لباسه أبيع وأشتري نعم أدعو إلى الله نعم واجب من واجباتي أن أدعو الكافر أنصح له المسلم ناصح لا يغش الكافر لا يقول له أنت إذا بقيت على ما أنت عليه أنت ما شاء الله في سعادة وفي رخاء ويقول له سنة سعيدة ما يمكن ما يمكن المسلم يقول الكافر سنة سعيدة إذا قال له سنة سعيدة كأني يقول له اسعد في هذه السنة بالكفر بالله لا يقول هذه السنة هي تعيسة عليك أنا أخاف عليك من النار فبهذا نتوسط لابد أننا نفرق بين المسلم وغير المسلم كما أننا نفرق الآن هل هناك فرق بين اليهود والنصراني نعم في الاعتقاد نعم في اللباس نعم في الدعاء في العبادة نعم طالما نفرق بين اليهود والنصراني لماذا المسلم لا نستطيع أن نفرق بينه وبين اليهود والنصراني لابد أن نفرق ليس معنى هذا أننا نتعد عليهم بالقتل وليس معنى هذا أننا نشاركها لها في عيادهم واحتفالاتهم نتوسط كما توسط النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم